موسيقى 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 صباح النور وشكرا على الاستضافة شكرا على التواصل ديالكم سير شقر كان عرفوا تجريبة اللي عندكم طويلة لسنوات تدريب ولا ايضا في بطولة الهوات الان مع فريق مولودية العيون تجريبة ديال 2020-2021 بشكل عام كيف كنت تشوفها موسيقى صراحة يعني هذة السنة احنا تقريبا تكمل السنة الفاريطة اللي كانت لا يألم الجميع هي استثناء نظرا هذة الوباء اللي كانت طب 1990 الله سبحانسة تعله أنه يرسم عنه كان استثناء لاناكنت اطول 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 اعني شدناها وشدها لهذا التاريخ هذة ان كانت فيها تقطعات وكانت فيها تحديات وكانت فيها مجموعتي الأمور وكانت فيها قرارات كانت فيها بزاف تيد الأمور لا من الجانب ديال المسؤولين اللي كانوا اتصوروا قرارات یعني ايجابية بالتكملة ديال البطولة ولا من الجانب الاخر اللي هو تقنيين واللاعبين والمسؤولين اللي كانوا على قدمين وثق باش يكملوا ذاك الرهان اللي بداتوا يعني بداتوا الجامعة الملكية الكرة القدم بأن البطولة خاصة تكتامل وفعلا الحمد لله اكتاملت بالعزيمة ديال الرجال اللي كانوا اللي كانوا عازمين لأنهم يكملوا البطولة والحمد لله كملت ومن خلالها يعني كان مباشرة خاصة نحاول ممكن انتبعوا دائما تخطيط اللي خطوه للناس كما كيف في الجامعة لأننا خاصة نكملوا البطولة الآن يعني ما يقارب عن شهر بدات الناس على قدمين وثق في الاستعداد الموسم إن شاء الله القادم لانتمنى من الله سبحانه وتعالى أننا نتوفقوا فيه بكل يعني الأهداف اللي مسطريننا نحنا كمولدية لعلوم وهذا أهداف واش قدرون قلوا أنه الفريق غير نفسه على الصعود لا ربما لأن الحمد لله أنت مهتم بالشأن الرياضي يعني بشكل كبير كتعرف بأن تقريبا ما يقارب الآن عن أسبوعين أو ثلاثة الأسابيع كان واحد القرار يعني اللي كان ربما غادي يتاخذ أنهم يعني بعض الفرق خصوصا بالنسبة للقسم الوطني الأول ولا بالنسبة للقسم الوطني التاني كان واحد البرنامج ربما مستطر من خلال واحد الاجتماعي اللي كان أعلم به الجميع لأنهم غادي يصعدوه فرق معينة يعني اللي محتلل حتلل رصب عشرة ولا الفرق اللي في القسم الثاني يعني اللي محتلل تقريبا تهما يعني غادي غادي يداروا يعني برامج باش يطلعون في المستويات الكرة الوطنية كانت سنوه الرسمي كينا كانت سنوه في المسائل الرسمية ما تأتيش هذا الكشي ما تأتيش أنه هذا القرار يعني يخرج لحيي الزوجود ولكن هذه السنة من خلال النقاش ديانه مع المسؤولين ومن خلال الباك الشي اللي كان نسمعه لأنهم يعني غادي يصعدوه عشرة ضي الفرق إن شاء الله لا كينا شي حاجة من هذا الشيادة ولكن سنوه رسمي من الاحسن كينا شي حاجة من هذا القبيل ولكن احنا كنا نسمعه نعم نعمل ونرسمي مدامنا نتقراب من الجمع العامل غادي يتطادح فيهم جمعه من الأمور نشركوا معنا سيموحة فرني في الحاجة معاكم سي عمر شقر سيموحة سي عمر صباحاً خير صباح عمر سي فرني محبا سي عمر فنا بغيت نعرف الفرق لأن الملودية العيول الآن فين كي يتدرب وتانياً واشتضح الملعب ديال سي قبال عواضه أنا كنت بدؤوا نقلوا المرسا واش كان يمكاني أن الفرق دير مولودية العيون أنه استقبل مدينة العيون خلال الموسم الرياضي القادم بالنسبة ل الاستقبال السيفرني لا من نكذب عليك ولا نقول لك أنه كان شي بوادر أنه غادي نستقبله في مدينة العيون إذا حدود ساعة ما كان حتى شي بوادر لأننا رغضين نستقبله في مدينة العيون لأن هذا وحد المطلب وواحد الأمنية لكتمنى أنها الساكنة دي المدينة العيون برمتها أنهم يستقبلون جميع الفرق لأنها تعذبت في السنوات الفارطة أنهم دائما يستقبلوا في مدينة المرسا ربما هنا هنا يمكنك أن الناس السؤالين على الأشياء الرياضي دائما يطالبوا نحن نزيد الكلام كما السي عمار وإلا بغينا نشوفها من المدينة لهم دا برا ما كينش الجمهور يعني دا برا استقبال أو الترخيص الشي فرقه باش تلعب تكون أسهل ما أنه لك أنت غاديت نضم مقابلة غي يكون فرقه الجمهور رجال أمي لآخره فالأمور الآن بدأ أسهل يعني أنت منه كيف قلت السي عمار تفتح بدا الملاعب اللي كينة في العيون الفراقي دي العيون كين الفراقي دي الفئات الصغرى وكرة القدم نسوية باش نحايدوها الضغطة دكتيران جال المرصة رقاه فاش نحلورة شنار غا توقع في شي كاريتا ميمكنش يبقى من الصباح تيضلام الحال والماتشات على اختلافها هو بالنسبة لمزينة العيون يعني الإشكال فيه كين كين في الملعب دي العمورة يرشد اللي كين في شارع السمارة لأنه اللي نورم علمو فيه اللي نورم يعني ملعب اللي أنيف فيه اللي نورمو الملعب اللي يمكن يمكننا نزولوه فيه كرة القدم بشكل عادي ليش؟ لأنه ملعب قانوني كتبقى الإشكالية الأخرى كينين الحمدلله ملعب واللحمدلله الكل يشهد لأن مدينة العيون فيها ملعب وفيها بثاف ديها الأمور الحمدلله هذا كيشهدوا الجميع وهي هالشي واضح ولكن كيبقى الجوز ملعب اللي كين في العيون اللي كربما كيعتبرهم هما ملعب يعني قانونية ما مليوم قانونيين ما مليونتي ما يمكنك تلعب فيهم الفوتهم قدرت لعب فيهم chamber ماشي أومولوجيا ما شي اومولوجي وهادشي كان يعرفون العالي والبادي هنا في مدينة العيون هادو كل دوتيرات قدرت العرف فيهم يعني الملعب اللي يمكننا نطالبو ب rooted والملعب الي كنتمنى وننعبو فيه والملعب الي كيتمنى يلعب في الجميع هو وخابي دون جمهور ومم لعب مليا رشيدة. لماذا؟ لأنه جاهز. جاهز ووسط العيون. احنا وخابي دون جمهور كنتمنى اللعبوا فيه. لماذا؟ لأنك تحس أنك لعب بنيتك. احنا ديما لعبين وكنحسوا براسنا ديما لعبين عن دي براسنو. ما وخا لعبين في مدينة بارسة وهي مدينة ديانة وقريبة وكل شيء ولكن ديما كتحس لأنك لعب عن دي براسنو بحيلك خارج الميدان ديالك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون اذان ساغية لهذه النقاش ديانا وتاخد قرارات اللي هي في الصالح لأن الرياضة كتبقى رياضة ومسألة اللي يعني مهمة مهمة جيدا بالرقي بتغيير الامر. وخط. رجعوا اعود تاني الاهداف دياله الموسي ما داشنا هم ابرز الحويج لتفقتي معهم ولتفقتي اليهم مع المكتب الموسي خصوصا واش كين شي تحفيزات استثنائية واش كين شي حاجة اللي ربما تكون مغير المواسم السابقة تكون هذا العام كإضافة بنسبة للفارق ديالكم. بالنسبة للفارق ديالنا كمولديد لعون يعني بعد نهاية ديال الموسيم في النقاش ديالي يعني مع المسؤولين هالأسف السنانية نستمر مع الفارق وحبت الفكرة ومبعد تكلمنا على الاهداف. الاهداف وهو ان شاء الله بإذن الله نقلبه على أننا نستعدب الفارق. هذا هذا يعني حق مشروع. إلا أنه المتغيير اللي كين واحد شوية بنسبة لهذه السنة صريطة نشاولين تقريبا شي سبعة ديال لعابة كانوا يلعبوا بشكل رسمي. وهذا هما اللي اختاروا القرار على أنهم يلتاعوا بفراب أخرى. وهذا كيبقى مسألة ديالة تعنيهم هما كلاعبين وعندهم قناعة ديالهم الله يسهل عليهم. هذا الجانب. ومن خلالها بدينا قدرنا انتدابات الحمد الله لا من أبناء المنطقة ولا من خارج المنطقة. آآ ووران صدد العمل معهم بشكل يوميب وآذا من أجل تكوين إن شاء الله فارق تنافسي. ومره الأيام إن شاء الله بإذن الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذي انتدابات نجح فيها وننخلقوا واحد لانتجام لأن الحمد لله استنى الفارق كما كما شتور أننا كنا الحمد لله درنا لقاء معكم. والله سبحانه وتعالى وفقنا أننا حقتنا هذه الأهداف. وهذه السنة بجهد الله نتمنى إن شاء الله وبإذن الله أننا ننحقوا الأهداف. وننحقوا نتاج إيجابية كبيرة اللي كي يطمح لها الجميع فارق من هذه اللي يتليهم. من غير المشكلة جالي ملعب ما عندك شي تخوف من شي إكراء واحد أخر ولا القادية دي سبعات لعبة اللي يمشوا. لا. ما 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 شود السعر. هما فعلا هذو كان لعبة لعبة وازنين صراحة. لعبة وازنين وكانت عندهم قيمة مضافة وعطعوا لكثير الفارق. ولكن هما بقرار شخصية يعني يبغوا يمشوا نظر الظروف ديالهم بشخصية. لا تخوفين من هذه المسألة هذي وما عندكم شي تخوف من غير هذا الإكراء جالي ملعب. فقط. فقط. الحمد لله. نتمنى أن الله توفق. نتمنى أن الله توفق سبحانه وتعالى. ان شاء الله السيمو حابقين. شي سؤال لسي عمر. عندي جوج لأسئلة سلمة هذه واحد سؤال هو أنه تعرف أن مريضية العيون سنة الماضية عانى الأمرين في مرحلة ذهب ركيان هو في المرتبة الأخيرة. ولكن في مرحلة ذي القياب الفريق ستعن بتجربة ديال سي عمر للشغير وتمكن الفريق أنه حافظ على المكانة دياله. أكيد أن سي عمر عار في الأخطاء التي يرتكبت السنة الماضية. ويحاول هذه السنة هذي أنه ما ترتكب شي. شنو يا هذي الأخطاء سي عمر سؤال الشق التاني نخليه ليكتل من بعد. وأنه في هالأوين الأخيرة بان لنا واحد المولود جديد في المناطق الجنوبية هو خلق واحد لإطار قانوني خاص بالمدربين. يمكن من بعد سلطلين عليها الضوء ولو بإيجاز. هو الشطر الأول من السواء ديالك الأخ الفرني وهو ديال الأخطاء فعلا. كانت أخطاء يعني بالجملة في الشطر الأول من من البطولة باعتبر عنه باعتبر عنه باعتبر عنه من خلال بكشي اللي قالوا لي هما ديلو ديبطار. وم بعد اكتشفتوا أنا. كان عندهم واحد لمشكل كبير في الدفاع. وحاولنا نديروا انتدابات ديالنا في الدفاع. حاولنا نديروا يعني نقلبوا إلى توازن ديال الفريق. وجبنا لعابها الحمد لله عندهم تجربة واللي ربما يعرف يعرفهم جميع. انتد من اللاعب ديالنبيد سيدي عمي. اللي لجبناه من فريقة يعني أولى أبك العيون هو هو من ساكنة العيون. ولكن كل لعاب اللي عنده تجربة كبيرة. لعاب الحمد لله على مستوى. لعاب في شباب المسيرة. لعاب في الخميسات. لعاب في 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 المنتخب الوطني للشوبان. وطرحة اعطانا واحد اضافة اضافة كبيرة كبيرة بشكل كبير. واستعني بالخدمة ديال واحد اللاعب واحد الولية سميته عصام. اللي اللي جان من 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 ورسازات. واللي عطيناها الفرصة. وابان على علو الكعب دياله. ومن خلال هذو كل لاعبين الاثنان. الحمد لله. وعطينا فرصة اللاعبين اللي كانوا كيتسنعوا الفرصة ديالهم. والحمد لله. بتوفق من الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى ووفقنا. اننا خلقنا واحد الفارق متوازن. وخصوصا في هذا. ووفقنا الله سبحانه وتعالى. وانجحنا في المهمة ديالنا اللي كان صحيبة 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 جدا. باش ندخل على فارق بتيفرنية. باش ندخل على فارق عنده ربعا ديالنوقات في الدور عشرة. رمشي شو حاجة اللي اللي سهلة. ولكن بتوفق من الله. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى ما خيبنا. وصلنا بالفارق البرع الامان. اه ونجحنا الحمد لله في المهمة ديالنا وما سقطناش. هذا الشطر الاول. يا دنزلنا الجمعية وللويدادية ولا اياه. بالنسبة بالنسبة الجمعية ديال المدربين اللي صاحب الفكرة وصاحب يعني ورئيس يعني هالي الجمعية ديال المدربين وهو الاخ باسو المختار يعني باسو المختار الملقب باسو. اه هذا الانسان هذا اللي عنده تجربة كبيرة في التدريب. عنده تجربة كبيرة كلاعب يعني معروف هنا على الاشتاحة يعني الوطنية ومعروف في المنطقة يعني بتدريب دياله بالكفاءة دياله وبالعلاقة دياله الوطيدة مع المدربين اللي على يعني في التاخيل ولا هنا. ومن خلالها كما قلنا بغا يدير واحد الاطار قانوني اللي من خلاله اه من هلال قدام يعني اه باما يشوفوا المشاكل ديال المدربين لا بالنسبة التغطية الصحية ولا بالنسبة بزاف ديال الامر بزاف ديال المشاكل كان كيهانوا منها المدربين اه ارتعوا الى انهم يديروا جمعية اللي من خلالها تعود هي الناطق الرسمي باسمية المدربين يعني هم اللي يكونوا يعني مثلا تحد عندهم تمتيلية في العصباء يكونوا عندهم اه تمتيلية مثلا فبن حتى على اعلى مستوى بالنسبة للجامعة يعني اهداف اهداف نبيلة ونبيلة جدا. ونتمنى الله سبحانه وتعالى انها ان شاء الله من هنا اللي قدام يخرج القانون الاساسين والأهيد نعتبر دون مكتبون نعودون اصطاد فوقهم ونصلتوا الطعام زيان بالتفاصيل الى الاداف جيركم والسلهمل جمعية قداموا طيبة وشيلة في مصلحة المدربين والاقطور مزيان انا كنفضل انا كنفضل من بعد ديالكم انكم نصفهم عصي انا بدا ايا انا ابدأ الان نحن باعد imaginer والابدان تسنويته هي كالامور الطاضحة هي الامور 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 مهيكلة هما عندهم قانون ديالهم عندهم أنا كنت أفضل لأنكم إذا كنت أفضل لقاعد ياركم على السباس سوء سيكون أحسن هذا واجب جنة بفعل خصنا نسلططو على هذا المسألة وهذا المولود جديد لكيف قلنا ما غاد يرجع إلا بالنفع على الأطور الوطنية وخصوصا الأطور جنة في الأقاليم الجنوبية تفقنا إلى 100% الساعة ومار شقر ككلمة أخيرة كان عارفوه أنه مولودية العيون كيف ما كان الحال للفراقية العيون مشكلة عام عندها جماهير عندها فعاليات كتسناكم أش باش تقدرت واحد الجنوبية العيون سير شقر أولاً بعدها نشكركم جزيلاً شكروا الاستضافة للمرة الثانية صراحةً شرحتوا الصدر ديالي وفي نفس الوقت أطلتين واحد المورال باش نبدأ الموسم ديالي بوحد الأريحية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهو نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وإن شاء الله بإنها تكون منافسة شريفة ويكون حاول تاني نفس الشيء مولي الأهد السنة تكون استثنائية ويبرزوا طاقات وتكون يعني يكون الحكام في المستوى ويكونوا اللاعبين فعلى مستوى ونعودوا إحنا إن شاء الله بإذن الله هو مشتل مشتل إن شاء الله بإذن الله البطولة الإحترافية لا مدربين ولا دائم إن شاء الله إن شاء الله شكراً لكم بزاف سي عمار شقر وبتوفيق في المهمة مع فريق مولوجية العيون